من دفئر هطل للآمر من شر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل بداية التصوير لكن عندما دارت الكاميرا احسست انني الان في امتحان او احمل مسئولية كبيرة هي توصيل اسئلة المشاهدين والتساؤلات الكثيرة للاستاذ الكبير عمار شرعي فاهلا ومرحبا بك في الكويت اهلا بك واشكرك على الفرصة الطيبة اللي بتطيح والي للتقاء باخواني واخواتي في الكويت واخدلك انو الرهبة متبدلة اهلا انتقلت لي عدوى الرهبة لا بتمني انو نحاول نخفف على بعض شوية فنحن كنا اصدقاء قبل الحديث وسنظل اصدقاء اثناء وبعده ونخفف على بعضنا رهبة الموقف أول ما أحب أن أوصله لك أنه برنامجنا برنامج ثقافي وبرنامجنا يحمل اسم وعنوان الينابيع فحضرتك ينبوع متدفق بالألحان خرير الماء خرير عذب ويدخل إلى القلب بسلاسة وكذلك ألحانك فنتمنى أنك تكون معنا بنفس التدفق يلي كان طيلة عطائك الفني أشكرك أنت اللي ينبوع مجملة الحقيقة لا بالله بالحقيقة هذا هو الأول انطباع وإن شاء الله فيني أول انطباع مباشر بعد ما لتقيت بحضرتك أشكرك نبدأ مباشرة معك بالسؤال الأول ما لعرفان منه بدي أبدأ لكن أبدأ وبعدين الحديث بيمشي بدي أسأل عن الحركة الفنية الحالية بالغطن العربي ككل ما بدي أحدد مصر رغم أنه مصر هي دائماً ولادة للفن ما بدي أحدد لبنان ما بدي أحدد سوريا ما بدي أحدد الخليج لأنه دائماً الفن العربي بحون الله عم يمشي رغم أنه عم يقع بأزمات لكن عم يمشي إلى ماذا وصلنا اليوم شوفي ما هو فيه على رأي الخواجات في The Good Side of Midnight The Good Side of Midnight دائماً للعملة واجهين صحيح خلينا في الإيجابي في الأول أولاً أشرك معنا المغرب العربي ونحن نتحدث عن الفن العربي بصفة عامة يعني أصد أقول سوف يكون كلامي مش مقصور على المشرق فقط لأن الإيجابيات تظل كثيرة في المغرب العربي سواء كان في المغرب أو تونس أو الجزائر أو ليبيا خليني أعتذر ونسقط سهو لا أنا الحقيقة أنا متأكد أنه لم يسقط منك أنا أقصد أقول أنه وده يمكن أول إيجابية حقولها أن لا يزال الفسيفساء العربي المرمر في الأداء العربي ما نسميه بالعرب ما نسميه بالزخارف الصوتية العربية رشاقة الصوت في المنطقة العربية لا تزال الحمد لله بخير وأخص هنا المغرب العربي دي إيجابية إيجابية 2 أو رقم 2 أعتقد أن الكلمة كلمة الأونية العربية نزلت إلى عمق الشارع العربي وأصبح لدينا الآن أغاني نصفها بأنها شعر غنائي جيد مش عايزة أقول ما كانش فيه لا كان فيه لكن ظل هناك يعني بتعلي نقول ظل هناك شعر غنائي جيد بل بالعكس نسبته بترتفع نمرة 3 كسرنا كموسيقيين عرب سواء كنا مطربين أو ملحنين كسرنا حاجز المونوفونية أو الأحادية في الغناء بمعنى كنا زمان المطرب يغني والفرقة وراه دلوقتي لكل دور مكتوب ومرسوم وملامح محددة أصبح هناك مطرب يستطيع أن يغني على الأوركسترا بدون أن يرهب الأوركسترا وأذكر أنه كنت في مهرجان البحرين أنا من أسبوع بتاع التحدي الإزاعة العربية وأنه أنغام قالت ملحوظة طريفة جدا وقتها قالت كانوا خلين المطربين يغنوا ورا الماسترو مش قدامه طلبت من أخونا العزيز أحمد الجميري الملحن البحريني قالت له من فضلك عايزة أطلع قدام مش شايفة إيد الماسترو واللحن فيه مناطق حرة كتير لازم أشوف إيده وإلا حتكعبل ده نضج فكري موسيقي بالتأكيد وصلنا له في منطقتنا العربية إيجابية كمان أنه أصبح هناك تسابق بين الكبار يعني فكرة حنا كنا لسه بنتكلم عن أصالة دلوقتي أنا وإنتي وبنتكلم عن أنغام وبقول لك بكرة جاية غادة رجب وبنقول في سميرة وبنقول في لطيفة وبنقول أسامي كتير ولد وبنات هناك تسابق فيه أن يقدموا شيئا أذكرني أنت قلت محمد الحل وأعتقد جبنا سيرة عبد المجيد وعلي الحجار إلى آخره إلى آخره يعني طرحنا كم من الأصوات الجيدة على مستوى الخريطة الجغرافية العربية أعتقد أنها يمكن لم تكن متوفرة من قبل السلبيات سلبية رئيسية في اعتقادي أنا هي أن الفن طرح كسلعة بمعنى خضع لقوانين السوق من عرض وطلب بمعنى لو حضرتك حتنتجي شريط بتكلفيه ألف دينار لا سمح الله يعني لو فرض يعني أنك حتكلفي ألف دينار للشريط افردي كأرقام اللي حيجيب لك عشرة بالتأكيد هتحبيه أكتر من اللي حيجيب لك خمسة واللي حيجيب لك خمسة هتحبيه أكتر من اللي حيجيب لك اتنين إذن بما أنه أصبح الفن هذه السلعة التي تدير رأس المال يبقى من يدير رأس المال بسرعة عندي أحسن من من لا يديره إذن أن تفقد دولنا دورها الإيجابي كقدرة منتجة تتحمل الخسارة في مقابل أن تطرح عملة جيدة دي مشكلة المشاكل في الحقيقة أكاد أطالب بأن احنا نعمل توعية للمنتجين بس مش عارف أوعيهم أقول لهم إيه يا جماعة عملوا شغل كويس وخسروا مدرسة إنتاج مش عارف أقول إيه الحقيقة لكنها بالتأكيد إحدى السلبيات الكبيرة سلبيه رقم اثنين هي وجود كوادر غير متعلمة ولا مثقفة يعني عندنا أنا أعرف ملحنين اسمهم ملحنين الترابيزة وأعرف شعراء بعت لي مرة شاعر دي برضو قصة حقيقية مش شاعر يعني هو رأيه أنه شاعر كاتب كتابة ما فيهاش حاجة جنب بعضها كله مكسر 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 عامل زي الشارع اللي مش مت مرصوف فبعتله رد قلتله يا حبيبي ده مش شاعر فرد علي أغرب رد سماعته في حياتي قال لي ليه مع إني وزنه بالكبريت الحقيقة ما فهمتش فطلبته في التليفون عشان أفهم يعني إيه بالكبريت فاكتشفت أنه يكتب السطر ويقيسه بعواد الكبريت يحط أعواد الكبريت على طول السطر ويكتب السطر التاني على قد ما سمحت أعواد الكبريت يعني هل هذا معناته أنه الشعر بالمتر؟ يريد بالمتر ده شاعر يولع يعني شاعر بالكبريت بيولع فينا كلنا الحقيقة الحقيقة إني زهلت والحقيقة إني زاد اقتناعي بأنه ينبغي أن نعلم هؤلاء بشكل من الأشكال هذا الشعر له أغاني على فكرة لأنه فيه ملاحن تاني ما يعرفش أنه هناك علمة نسموه علم العروض وما يعرفش يعني إيه الصورة الشعرية إلى آخره لكن خد كلامه بحبك تنتي لبنتي لدنيا حبيبي وغرصت الحكاية بقيت غنوة يعني هذا الجهل المتفشي ينبغي أن يعالج دي السلبية رقم اثنين في تقديري أنا يعني نمرة ثلاثة هي أنه بقى عندنا محطات فضائية كتير جدا طلبة إنتاج كتير جدا بغسه وسامينه يعني على رأيي اللي بيقول الكواليتي ما بقيتش هي أكثر الأشياء طلبا لكن بقى مطلوب الكوانتيتي الكمية أني أملى 24 ساعة على مدار اليوم في مش عارف كم محطة ربنا يزيد ويبارك يعني إنما بقى مطلوب أن تعمل هذه العجلة بشكل مستمر بقوة دفع ذاتي لا تنتهي وغير محدودة سواء العجلة مشيت في طريقها مستقيمة أو انحرفت يمنى أو يسرى يمنى أو يسرى مش دي مشكلتنا المشكلة أنت ظل العجلة تدور وأن تظل البقرة تقدم موسيقى يعني هي غير اللي بتقدم ذهب وغير اللي بتقدم حالي هل انتهت السلبيات إلى هذا الحد؟ يعني كفاء علينا يعني معالي جدود الأول وربنا يسهلها يعني ما شاء الله إيجابياتك وسلبياتك منمقة من حكم وجودك في مكان العمل لكن أنا وضعت يدي على نقاط سأبدأ إن شاء الله ما تخلني الذاكرة منذ البداية أولا قضية أنه أنغام تريد أن تشاهد الماسترو زمان كانت سيدة أم كلسوم وحسب ما تعرفنا وتربينا وحتى عبد الحالين سنة كاملة وطلّى لحن طلّى أغنية يطرب لها الوطن العربي على امتداده اليوم الملحن واسمح لي نبدأ بسلبيات الملحنين أول وعندما نطلق إلى المطربين يرسل بشريط كاسة اللحن للمطربين وهذا أمر نقرأه بالصفحات المجلات الفنية ونسمع على اللسان المطرب اللي عم يحكي عن أعماله القادمة فندهش نقول أين الإحساس الواحد أين الهارموني بين رؤية الملحن ورؤية المطرب أين الجلسات الطرب اللي كنا نشوفها بين مثلا بليغ حمدي ووردة وتعرض وتصور أين هذا كله؟ شوفي هقولك هم دلوقتي بيقولوا أن الملحن بيبعد شريط كاسة للمطرب أو المطربة ولكن ما بيكملوش الحقيقة كاملة الحقيقة كاملة أن الجلسات الآن أصبحت أكثر لكنها فين؟ في الستوديو بمعنى للملحن للمطرب شانل أو اتنين ما نسميه بالتراج بيروح يقول صحيح أنه في معظم الأوقات بيروح يقول له وحده أو بيبعد مع الملحن فقط لكن الجلسة تطول بالثلاث والأربع والخمس والست والثمان ساعات على الأغنية الوحدة أنا بحكي عن نفسي وأتصور أن هناك زملاء كثيرون بيعملوا نفس اللي أنا بعمله أنا باخد بالكلمة الغنى لا أسمح ما دمت أعرف خطأا لا أسمح بتجاوزه ده كان ممكن يكون حاصل في بيتي أو في بيت المطرب أو المطربة ونيجي على التسجيل ويتم يعني أقصد أقول اللي بيحصل دلوقتي هو هي نفس الجلسات ويمكن أخطر وأعمق لأنها جلسة عمل فعلي ما هيش في البيوت لكنها في الستوديو سمحت لنا التكنولوجيا الجديدة أن احنا يمكن أقولك بعد عشر سنين أطرح أغنيتي مرة أخرى بتصور آخر لإني أقدر أبدل آلة أقدر أبدل جملة لحنية أقدر أعيد أقدر أختصر أقدر أعمل ما بدالي ولو بعد عشر سنين إذن بقى قدامي فرصة أكتر للإيجادة بقى قدامي فرصة أكتر لأن أقدم العمل كما أراه أنا كما حلمت به في حياتي تسمح لي أستعير منك جملة قلت في البداية لكل عملة وجهان طبعا للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا وخصوصا اللي دخلت على الآلات الموسيقية أصبحنا بكيبورد واحد نظهر كل الآلات الشرقية وكل الآلات الغربية بكيبورد واحد وأنا بحكم عملي في الإذاعة فأنا ممكن أتخيل هذا الأمر وأنقله للسادة المشاهدين لكن السؤال الآن أليس لهذا مساوئ ألم يتح هذا الأمر فرصة سرقة الجمل اللحنية يعني نحن أحيانا مهندس الصوت بيقول اسمعوا هذه التيمة واسمعنا تيمة فأنا أقول هذه مسروقة من أغنية سمعناها فعلا لملحن ما أليس هذا سرقة لجهد أشخاص آخرين لا هو مش بس كده الحقيقة هو الخطورة أكتر من كده الخطورة أن تقضي على حرفة متميزة يعني أنت هنا بتضربي الحقيقة أكتر من حرفة بتضربي حرفة الملحن نفسه لأنه بيلاقي في حقيقة الأمر كيبورد أو تعالي نقول أرجع عشان ناس واخد على التسمية بيلاقي يحط يده الشمال على صباح كده يقول له تن 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 ماشي معي على طول الخط والرجل ما عليهوش غير أنه يقول جملة خيبة أنا آسف التعبير يعني لكن هي فعلا جملة بلهاء يعني قضي على حرفة الملحن الحرفة الهندسية للملحن البناء عمود جنب عمود كي يرتفع سقف نمرة اتنين يقضى على حرفة عازفين متميزين بأمانة شديدة ده منتهى منتهى الخطورة نمرة تلاتة يستمر الملحن السهولة فيسرق حقيقة هناك جمل مسروقة والدافع للسرقة واضح هو أن الاثنين اشتركوا في يمكن شراء كيبورد من مركة واحدة صحيح والله شافوا مع زميله عجبوا مرة مرة ملحن قال لأحد الشعراء في القاهرة قال له خلاص يا عم حنلحن زي عمود الشراء اشترينا الأرج بتاعه إذا كانت هذه هي الحقيقة فتبقى مشكلة لأنه الأرج اللي معي ده دلوقتي اللي ممكن يكون معي أنا ممكن يكون مع زميلي فلان وزميلي فلان وزميلي فلان إذا رأوني جيدا في منطقة ما معهم نفس الأصوات هيحاول يلعب في نفس المنطقة طبعا بحسن وراء النجاح ومش هقولك أني أنا لو رأيته جيدا لن أحاول لا طبعا بالتأكيد سأحاول لكن سأحاول أن أخفي سرقاتي إذا عملت دا يعني داري على شمعتك مثلا مثلا وحاول أغلفها بمنطقي أنا لكن للأسف اللي قلتيه حقيقي والله أنا أنا حقولك إنوة في اعتقادي مش عارف اللي هي اللي اللي خطرت في بالي أول ما مسكت العود أعتقد أن فيها هذه المواصفات طيب نحنا نقبل باختيار هي الليالي كده هي الليالي طبعا الليالي كده طبعا الليالي وهي الليالي كده هي الليالي طبعا الليالي كده طبعي الليالي بتقرب ده وده وتقرب ده لده وتبدل ده بدا بتقرب ده وده وتقرب ده لده وتبدل ده بدا وهي هكذا الليالي ولا تعرف غير كده ولا تعرف غير كده وهي هكذا كده الليالي الله الله فعلا أغنية هي كده الليالي ولكن دورة جاي فينا نقول لكن فعلا كانت نقلة بالنسبة لميادة بالأغنية الترابية القصيرة اللي لحد الآن من الصعب تحقيقة بين أغلب المطربين هي ميادة من الناس اللي لما تلحني لهم نقول في مصر تلحني لهم وانت سايب إيدك يعني منطلقة خيالك منطلق معك صوت كفق وقادر ومقتدر ومؤدي واللي هتعوزيه منه وحيطلعه فكان فعلا لقاء شديد الكسافة وشديد الغنى في نفس الوقت وفعلا وكان ظاهر وظهر عند الأسماع الحمد لله نرجع لموضوعنا وموضوع الملاحنين حضرتك ذكرت كلمة يعني فعلا ستأتي في الصميم عند الأشخاص المعنيين قلت إنه فيه جهل جهل عند الملحن وجهل عند الشاعر هذا الكلام وجهل عند المطرب وجهل عند المطرب وما تزعليش مني عند السميع يا الله طيب فهذا بيطرح قضية خطيرة يمكن ساعة ما تكافي اللي هي الثقافة الموسيقية عند الجميع عند أقطاب الأغنية اللي هنن بتجمعن بشكل أغنية سواء المستمع والمطرب والملحن والمغني هاي النقطة خطيرة لكن أنا ما أريد أن أطرحه بعض الملحنين الشباب وإن كانت هذه الأغنية نفسها تحقق ربح مادي هذا الموضوع الثاني اللي اسمه جهل المنتج لكن فينا نقول إنه بعض الملحنين الشباب بيقول ليش لا أدرس أنا منقله مثلا شو دراستك الأكاديمية أنا ليش لا أدرس موسيقى لو كانت دراسة الموسيقى تصنع ملحن لكان كل طلاب المعهد الموسيقي صاروا ملحنين وهذه حجة نسمعها بكثرة وبغزاء مين قاله إن الدراسة تصنع ملحن الدراسة تثري ملحن الدراسة تسقل ملحن محدش قال إطلاقا لم نفه بأن الدراسة تصنع موهبة إحنا كل اللي بنقوله أن الدراسة تثري تثقف تفهم تواعي إلى آخر وإلى آخر وإلى آخر لكن لم نقل أن الدراسة صنعت ملحنة أو صنعت عزفا موهوبا اللي بس نفسي أقوله لك كمان الحقيقة إن إحنا أنا هنا بحمل جمهورنا العربي قدر كبير من المسؤولين الجمهور العربي لازم يعرف إنه لقى كلمة لا زي كلمة نعم الاثنين لهم ثمن والاثنين ملكه هو إذا أنجح الجمهور عمل فخلاص ما تقول ليش الجمهور عاوز كده لأنه فعلا هو اللي نجحه في حقيقة الأمر اللي عايز أقوله إيه اللي عايز أقوله للجمهور العربي الواعي من فضلك احترم دورك دورك هو الدور الرئيسي في اللعبة كلها كلنا بنكلمك أنت وكلنا بنحاول نرضيك أنت الأغنية خلقها الله لتسمع لا لتورك في حقيقة الأمر يعني يعني يصعب أنه يطلع مطرب وهذه عهات رأيناها بالفعل في مطربين من عندنا في الأمة العربية جهازه النطقي مضروب هو الله العظيم مش معقول يعني مطرب عنده مشكلة في مناخيره أو مطرب عنده مشكلة في حروفه عنده الريه بايزة أو مش عارف ايه بايز أو كده وبالرغم من هذا تلاقي الولاد فرحانين بيه ولو النبي عمو شكله حلو والله لطيف أصله يا جماعة المطرب خلق ليسمع في الأساس ثم يرى يبقى جميل لو كان صوته صورة حلوة لكن أساسه صورة أساسه صوت قضى التلفزيون على هذا الخيال الجميل أحكي لك حكاية مرة كنت قاعد مع أمي الله يرحمها وكان أستاذنا الأستاذ أنديل بيغني في التلفزيون غنوة من أحلى أغني غنوة اسمها سماح ياهل السماح لوم الهوى جارح أول كوبليه بيقول كتر الملام علي والله ما خلت فيه والعين شكت لي دمعها عم أنديل زي ما انت عارفة ربنا يديله الصحة يا رب يعني طول وعرض وارتفاع وحاجة محترمة كده فبقول كتر الملام علي والله ما خلت فيه فمي قالت له أم اللوكات خلت فيك يا ابني كان حصل هذا عيب رهيب في الصورة الحقيقة يعني تكسر الخيال تكسر المتعة الحقيقية وبقينا بنقول لا فلان أسمعه ومشوفوش طب فلان أشوفه ومسمعوش يعني إيه القضية يا جمهورنا العربي من فضلك تنبه 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 أنت صاحب نعم وأنت صاحب لا والكلمتين من حقك طبع أهل الأمم هو فعلا عندما تسمع صوت جميل وترى الشكل قد لا يكون يحمل من الوسامة القدر الكافي يصبح عند الجمهور ردد فل أيضا عندما تسمع الصوت الغير جميل وترى الشكل الجميل قد يرمم هذا نقص قدرات الصوت ويعطي قبولا لدى الجمهور ده مش بيرمم ده بيرمم ويحط محارة ويدهن هدوكه يعني بيضبط يعني بيعمل دكور ومكياج بيعمل دكوريشن ومكياجيشن ومكسيشن كل اللي هي عجبك يعني والفيديو كليب مسؤول بشدة مسؤول بشدة عن هذا الأمر شوفي الزلزال الفيديو كليبي ده ما هوش مخوفني بأمانة شديدة أنا مش مرعوب منه ليه؟ نحن من حقنا كأمة أن ندرس التكنولوجيا الجديدة وأن يكون لنا موقف منها لكن موقف بعد الاستيعاب نحن لا نزال نمضغ لا نزال في المرحلة الأولى من الهضم لم نصل إلى البلعة حتى لحد هذه اللحظة لا يزال الفيديو كليب داخل الفم العربي يلاك لكن لم يهضمه لم يستوعبه لم يخرج منه بمنظور شخصي للأمة العربية من حق مخرجينا أن يلعبوا من حقهم أن يعملوا هذا الطفل الجميل داخلنا كلنا وأنهم يلعبوا وأعتقد أن ستستقر الأمة بعد قدر قليل بعد العينين ما تتعب وتزغلل والأعصاب تحتاج لأنها تستريح ستستقر الأمة العربية على مواضعة خاصة بها هي في منظورها الفيديو كليب رأي جميل جدا أريد أن أعود أيضا لكلامك وأستعمل كلمة زلزال أنت استعملت هذه الكلمة من قبل هل تذكر متى؟ مبارح مبارح مع سيد درويش أنا قلت أن سيد درويش عمل زلزال موسيقي وأنه صدرت وراءه مجموعة من التوابع يمكن أن يكون بعضها أشد من الزلزال نفسه خلنا نريح مع ذكر سيد درويش خلنا نريح مع النقلة النوعية التي قام بها سيد درويش بالنسبة للألحان العربية جعل التقطوقة ذات قيمة وجعل للتقطوقة أيضا وحتى اليوم سندا تستند عليه وهو سيد درويش كل ما غنى شخص أغنية قصيرة يقول لك هذه التقطوقة معروفة من أيام سيد درويش يتحججون مع أن أغاني سيد درويش كانت لها مساحة شعبية واسعة صحيح وكانت من الشعب نفسه أقول لك حاجة هو الحقيقة البعض يتحجج والبعض يتشبه وأنا مع من يتشبهون وضد من يتحججون بمعنى بالقطع كان لسيد درويش قامته وقيمته في غنائنا المصري أولا والعربي بعد كده هذه القيمة وهذه القامة التي فرضت ظلها حتى في الأوقات أو في الليالي التي كانت تمر على أمتنا ليالي غير مقمرة كنا نرى ظل سيد درويش كنا نرى مساحاته الشعبية كنا نرى قامته الموسيقية المديدة وهو يغازل من قبله أو يطارد من قبله ويسابق من بعده في حقيقة الأمر أدوار سيد درويش لا تقل قيمة إطلاقا ولا جمال عن تأطيقه الألحانه الشعبية لا تقل قيمة وجمال عن أدواره أنا عايز أقول لك أنه ليس من الخطأ أن نفهم ونستوعب وأن يقول أيها طب وإيه المانع سيد درويش عمل كده أهلا وسهلا سيد درويش عمل كده الشرط إن أنا لو حاولت أضيف إلى ما عمله سيد درويش أضيف إلى ما عمله الأستاذ عبدالوهاب أضيف إلى ما عمله الأخوين رحباني لو أمكنني أن أفعل ذلك فهي راية يستلمها جيل ويسلمها الجيل لبعده إنما التحجب هو القضية المرعبة يعني واحد يجي يعمل غنوة فرغة جدا ويقول لك الله طب ما سيد درويش قال شد الحزام على وسطك إيش معنى ما زعلتوش منه لا يا حبيبي ده موضوع تاني ده منظور غنائي مختلف تماما عن اللي حضرتك بتفكر فيه بس باختصار شديد زي ما اتفقنا أنا شخصيا مع من يتشبهون مع من يستلمون الراية من من قبلهم ولستو مع هؤلاء اللي بيحاولوا اختراع العجلة من جديد ما ينفعش أنا أشعر أنه العودية تململ ويريد أن يصدر ألحان يريد أن يستريح أن يسمع نريد أن يسمع شيئا لسيد درويش هقولك اللي كنا بنحكي فيها شد الحزام ياريش وبيفكريني أقولك على حاجة بعد ما نخلصها هنغلص حتة منك شد الحزام اللي احنا جماعي عامله سيد درويش بيتكلم فيه عن طائفة الشيالين شد الحزام على وسطك غيبه ما يفيدك لابد عن يوم برضو 써عد الاسيدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكل الناس صحيح صحيح اللي انا كنت عايز اقولولك انه ساعات المايسترونويرا ده كان من احسن الناس اللي فكروا ان يعيدوا صياغة التراث مرة اخرى عبر الفرقة فرقة الموسيقى العربية المسرية وبالرغم من كده استضم بحائط في الغناء العربي رهيب جدا هو الفرق بين القدرة الفردية وبين القدرة الجمعية او الجماعية هنا في الغنو اللي احنا فيها دي لما قدمها المايسترونويرا واصطدموا بهذا الحائط عم السيد درويش ايل ايه مادم بيتلقاعيش عمل دوامة بسوته هو اعتماما على قدرته الفردية جيلا استاذ نويرة ينفس ده الولاد بقا تدوامات كتير بقا في دليل والرزيته طالع فراح شايل هذه الدوامة وخلاها مادم بتلقاعيش وغموس يهمك اطلع سلم موسيقي طبيعي اصيل خلص عادي خلص حقيقة الأمر أنه هو حل المشكلة لكن أنا رأي أنه سلب جزءا شديد الأهمية من فكر سيد درويش وعشان كده هنا كانت مفارقة حبيت أقولها أنه ساعات مضطر نضحي بالجنين علشان تسلم الأم ساعات نضحي بجزء من فكر الملحن في مقابل تنفيذ أو أداء معين نكون نفسنا نحن نحققه لكن ما زال الاستماع للعود المفرد وأنا أريد أن أعود لهذا الموضوع لأنه في قهر يعني عند المهم تذوقي الأغاني ما زال العود منفردا يعطي ما لا يعطيه الأورغ بكل ألحانه وبكل عبقرية الكمبيوتر الذي يقدم لنا دائما كل ما هو سريع ومختزل وبسيط لكن ما زال العود منفردا خصوصا عندما بعض الملحنين يفضلون في الأغاني وأنا أريد أن أدقق على الأغاني الخليجية فيها هذا النوع فيها عود منفرد أحيانا تكون الأغنية بعد كل ألحانة الخليطة يأتي العود وحده شوفي كلامك بيطرح جوايا ثلاث نقطة أحب أتكلم عنهم النقطة الأولى إحنا ليه جوانا بتتشكل بالتدريج ما ممكن أن أسميه الكمبيوفوبيا الخوف من الكمبيوتر لماذا؟ الحقيقة أنه الآلة ليست إلا إنسان ليست إلا من يعزف عليها وعندي الدليل على ما أقوله لك لما ورد إلينا الأكورديون في أوائل هذا القرن في موسيقانة العربية على دين بشر زي مثلا الله يرحمه متحة عاصم الله يرحمه الأستاذ عبداللهيب الله يرحمه الأستاذ فريد كل دول دخلونا الأكورديون كان وقتها التانجو هذا الإقاع الرباعي الراقص فارد نفسه على الساحة العالمية استوردنا التانجو ولكن أخدوه الشباب المصريين في وقتها وحطوه ربعة تون أو ثلاثة أربعة تون حتى لا يزعلوش الإخوان الموسيقيين حطوه ثلاثة أربعة تون اخترعوه طريقة ببرد الريش يمسكوا مبرد ويبردوا الريشة لحد ما تقول ثلاثة أربعة تون تقول الحق برقبت يعني نهاية الأمر فضل العازف المصري يحاول مع الأكورديون ويعافر معه إلى أن مصره تماماً شفنا نمازج زي فاروق سلامة زي الشيخ طاها زي حسن أبو السعود زي عمار الشريعي في بداياته لعبوا اللعبة دي إلى أن أصبح أنا كصانع موسيقى تصورية دلوقتي لما يقولوا لي مثلاً يعني اعمل لنا بقى المنظر الجاي في باب الشعرية باب الشعرية أحد الأحياء الشعبية المصرية أول آلة تتبادر لزهني الأكورديون هذا الإيطالي هذا الخواجة أبو بورنيتا لبسناك جلبية السكروتا ومشي نافي الشوارع المصرية أكل فوله طعمية وصلطة وعاش حياته وكوشني كمان وكوارع وكوارع وإذن الآلة هي عازفها الكمبيوتر يا جماعة ممكن يبقى شديد الفائدة مش لازم نعمله بكل هذا الحزر والرعب الحقيقة ليه؟ لو افترضنا أن أنا بحط جملة الكمانجة حقيقة الأمر اللي حيعزفها هو البشر الكمانجاتي لكن بيطاح لي الكمبيوتر فرصة أن أسمع جملاتي معزوفة صحيح مش بحلاوة الإحساس البشري لكن بيفرجها لي عيانا بيانا قدامي أهو بسمعها بحيث أني لو حبيت أضيف أو أحزف أو أغير ده في إيدي لحالات خاصة مثل حالتي أنا واحد من البشر مثلا أنا أعدت بتعذب وأنا بملي نوتي الموسيقية لأن أنا بشوف اللحن وأنا لحظة ما بعمله أنا بشوفه بخطوطه الكاملة الموسيقية بيتولد في عقلي كامل أعمله إيه؟ فما باجأ ملي مجرد الزميلة اللي بيكتب لي ما يقول إيه؟ أقول له مثلا أكتب صال فعميري فعميري يقول لي إيه 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 إيه؟ تروح طايرة الفكرة والفكرة اللحنية قد تكون قد تكون معها تذكرة ذهاب بلا عودة للأسف الشديد قد لا تلتقي بها مرة أخرى طب الأخ الكمبيوتر حللي أنا مشكلة الكتابة أنا للوقت بقعد أكتب شغلي بنفسي من غير أي وجع دماغ ولا تعب لحد بقى اللحن بياخد في إيدي وقته يعني ككتابة كل دي فوايد أنا أتصور فايدة تالتة كمان شديدة الأهمية برضو آلاتنا العربية دلوقتي اللي تفضلتي وقلتي إنها بقت موجودة في الكيبوردات ما هي دخلت أصبحت جوة برواز الأوركستر العالمي ما إحنا سمعنا المزمار بتقدمه فرق وسمعنا العود بتقدمه فرق وإلى آخره إلى آخره بنشوف تفاعلات جديدة لهذه الألات ده مش معناه أن أنا ضد البشر ومع الكمبيوتر أنا بقول نستفيد فقط من الكمبيوتر الخاطر الثالث في الثلاث خواطر اللي أنت قصرتيهم في خيالي الإخوان ملحنين الخليج في معظمهم أساسا عزفين يعني بيعزف عود بشكل جيد جدا يعني في بشر ممتعين وهم قلت إسماعين مع العود يعني مثلا دكتور عبد الرب إدريس مثلا يعني أحمد فتحي من اليمن عبادي الجوهر خالد الشيخ ناس كتير جدا ممتعون كعزفين كعزف يعود هو وهو بيضع اللحن أساسا قالت العود هي الآلة الغالبة على تفكيره واخد بالك إزاي العود قال لصيقة حقيقة الأمر زي ما بتضربيه بيضرابك هو ضربته في القلب مباشرة زي ما بتعزفي على أوطاره هو بيعزف على أوطارك بجد يعني هذا التلاصق بيجعل أن هناك حميمية بتفرض على العازف إذا كان عنده قدر ولو خفيف من الإحساس إنه يبعت هذه الشرارة للمتلقي علشان كده إحنا بنحس العود وبنحبه زي ما الإسبانيول بيحبه الجيتار الأكوستيك كل الألات الملصقة دي لها لسعتها يعني فيه هجمة جيتار اسبانيول الآن على الموسيقى الشبابية إذا قدرنا نقول لا مش عايزة أقول هجمة في الحقيقة الجيتار أرأي من أن يهجم يعني تعالي نقول هناك صوت عالي للجيتار اسبانيول اليومين دول هذا الصوت مش مستحدث ولا جديد يعني أذكر لك أغاني كتير جدا كان الجيتار أساس فيها كنا لسه بنحكي عن جبار عبد الحليم حافظ لو تذكري مقدمتها عزفها جيتار أكوستيك أو جيتار كلاسيك يعني أذكر لك أغاني زي أطلب عناية زي قابلته وياريت ما قابلته زي كان فيه زمان بين الحب تالتهم زي لأة الصباح لو تفتكري أهيوة الزفت كده دي الجيتار ابننا ابن شرعي لينا للمزيكة العربية زي ما انت عارفه هو والعود أب وابن يعني روح شرقية اه مفيش كلام بنحبه وظللنا نحبه وطلعوا ناس حبناهم فاكرة عمر خرشة حبناك أول عازف اه حبناك الولد لذيذ وعازف كويس وفعلا ابدى مكانة لعازف الجيتار داخل فرقنا الشرقية أنا أعتقد أنه الجيتار وجوده مثري وليس مدر طيب ندخل مباشرة في عندي مواضيع كثيرة عن المطربين لكن لنريح المطربين ما نجيبش في سيرتهم ونتكلم عن الموسيقى التصويرية وعن الصورة الدرامية الرائعة التي ترتبط بالجملة اللحنية عند عمار شرعي فيني أذكر رقفة الهجان فيني أذكر الفوزير بكل زخمها الاستعراضي معرفش أنا أنا بني آدم يمكن شايف أنه الموسيقى البحتة يمكن هي القمة التي يطمح إليها أي مؤلف موسيقى طول عمري بحب الدراما جدا بعشاقها كمان وتحولت إلى منطقة تحدي في أول بداية حياتي ليه؟ عملت مسلسل تلفزيوني نجح جدا سنة 76 اسمه بنت الأيام وتوقعت أنه ستنهال علي العروض السينمائية أنا طول عمري بحب اللي سبقوني دول بحب جدا أندريا رايدر بموت فيه بحب علي إسماعيل بحب إبراهيم حجاج عزيز صادق وفؤاد الظهري حتى محاولات الرحبانية القليلة في مجال السينما كنت بعشاقها شايف أنه ده مجال أستطيع أن أنا أدلي فيه بدله فضلت منتظر السينما من 76 ل78 صدق أنه لحن بنت الأيام يتردد في بالي الآن سيدة كريمة مختارة بالضبط كده بسم الله ما شاء الله لا ده أنت غريبة كان عمري 6 سنين وما قلت أذكر أنا كان عمري 8 لا فهلا فهلا من دعنا نتحدث عن إذن منذ البداية وأنت تحب آه طبعا بعشا الدراما بموت فيها السينما خلق التحدي لأنهم بعد كده سمعت من بعض الأصدقاء قالوا كيف يصنع من لا يرى فنًا أساسه الرؤية قلت أهلا طب إعلقت ده هو السيناريست بيروح يقتل علشان يكتب عنه جريمة قتل يعني مش منطق هنا ليست قضية رؤية بصرية هي قضية تخيل المهم ظلالته أختزن هذا التحدي جوايا إلى أن اديت لي السيدة شادية ربنا اديها الصحة وخليها اديتني أول فرصة للتعامل مع السينما كان فيلم الشك يا حبيبي سنة 78 وبعد كده مشي الخيط الطويل من المسلسلات والأفلام وتشائل أقدار أن تكون الجائزتين الوحيدتين للسينما المصرية على تاريخه خارج حدود الوطن العربي عن الموسيقى التصويرية من نصيبي في فيلماء البريء إخراج عاطف الطيب الله يرحمه والبداية إخراج صلاحة موسيفة أما في المجال التليفزيوني فهو ده لعبتي المفضلة الجزء اللي أنا بحبه في المسألة الاستعراض والموسيقى التصويرية لأنني زي ما حكيت لك قبل كده الأرض بتاعتي ملكي أنا صاحب الخيال من أوله لآخره أنا صاحب الحل والعقد أنا اللي أقدر حتى التقمص نفسه بعيشه يعني بمسك العمل زي ما برده ما قلت لك يمكن بصحة ممكن أكون صاحي سعيد كده ولذيذ وكويس وفجأة أمسك ورقة أشتغل فيها ألاقي وفاة والد حسن موسيقى صارخة الشجن والحزن حسن يبكي في هستيريا يا دي الخيبة يا حسن في ايه أنا مالي أنا كويس النهاردة مش عايز أزعل لكن أضطر أفتكر أبويا لما هو كمان توفق ومشاعري وقتها كانت إيه وأستحضر ده وأستدعيه وأبتدي أحزن مع حسن من أوله جديد المشكلة بقى أنه بقيت اليوم بيبقى مش لطيف أبدا ما بعرفش أرد نفسي باك تاني للحالة الأولانية اللي ابتدت بيها اليوم تدفع سمن اللحن نفسه حقيقة حقيقة لكن هي فعلا متعيتي الحقيقية العمل الدرامي أنا فعلا بحبه فينا نقول أنه الأعمال التي ترتبت بالقضايا الوطنية تؤثر فيك أكثر أو فينا نقول السيار الشعبية فيما سبق عملت لما أذكر الزناتي خليفة جاية في رمضان ببتدي فيها دلوقتي هناك واحدة جديدة السيرة الهلالية السيرة الهلالية أنا طبعا بحب جدا العمل مع الفولكلور ده برضو من الحاجات اللي أنا بحبها لأنه الفولكلور عنده خاصية تجنب هم بيسموها الملل الفولكلوري بيقولوا عليها علميا كده فولكلوريك منوتون الملل الفولكلوري بمعنى تلاقي الجملة الفولكلورية دي مثلا الدلع يا عريس يا بولاسا نايلون اتدلع يا عريس وعرس تاكنايلون اتدلع وإحنا هنجي جيب لك نايلون يقعد ربع ساعة يقول في حاجات على نفس الجملة شكله كده الفولكلور مسطح ندور حوله هذا التحدي يخلق لدى الموسيقي جوه في رغبة في كسر هذا الملل أنا أذكر أنه شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي مرة أزاع السيرة الهلالية مغنى من أحد المدحين الشعبيين المصريين كان اسمه جابرة أبو حسين أما سمعت تصوت هذا الجابرة أبو حسين لقيت فيه كل خواص تاريخ الشعب المصري لقيت لحظات انتصاره ولقيت لحظات انكساره لقيت لحظات تفوقه ولقيت لحظات تقحقره لقيت لحظات جوعه ولقيت لحظات شبعه لقيت فيه كل الجرح والفرح بتاع الشعب المصري الجن انت رح تمكلم الأبنودي قلت له هكلي الراجل ده من فضلك يقول اللي هو عاوز يقوله وأنا عاين هعمل عليه أوركستراشا أنا هشتغل عليه أوركسترا ونطلع به في الأوبرا أنا عايزه يقول ما يقوله هو بالحرف الواحد ما لهوش دعوة بي وأنا هشتغل فوق من سوء الحظ أنه الأبنودي سافر يجيب الراجل فالأمات نخساره تكون عندي تصور أنه هشقك للدراما وللمشهد الحر أو للموسيقى التصويرية المتحررة من الكلام ألا يعني هذا أنك تتحرر من قيد الكلمة تتحرر من قيد صوت المطرب وتعطي نفسك مساحة موسيقية كبيرة تلعب فيها وتعطي عمار الشريع فقط يعني يريد الإنسان ما يقولش كل اللي يعرفه يعني المشكلة أنك بتقولي كل اللي تعرفيه يعني مش هتمنك على حاجات يظهر بعد كده أعلامية حقيقة اللي أنت بتقوليه مضبوط أنا طبعا لإني بحب الشعر لإني أعشق الشعر والكلمة هي دافعي الأول ومحركي الأول ساعات كتير أو مش ساعات كتير في معظم الأوقات لأن الكلمة مش بتاعتي مش أنا اللي كاتبها صحيح يا دافعي لكنها كمان الإطار الذي وضعت فيه ساعات بيبقى صوت المطرب زي ما تفضلتي من المحدودية بما كان لدرجة بتخليك ما تبقيش بتتعاملي وانتي سايب أديك زي ما حكينا على مثال مثلا ميادة بقولك معاها الواحد يسيب إيديه يطلق لخياله العنام يعني أنا متأكد أنه ملحنوا مكلسوم من لحنوا لمكلسوم لم يكونوا يجدوا إطارا للحركة هم أحرار يعمل اللي هو عاوزه هذا الصوت حيعمله زي ما هو عاوز اللي يفكر فيه حيعملهه لكن أجبرتنا الظروف في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه إن احنا ساعات نتعامل مع مطربين خفافة يعني على قدهم يعني وبالتالي يوضع حوالين عقلك وحوالين قلبك وحوالين ريشة عودك قيد جديد إضافة لقيد البرواز أو الإطار الأساسي اللي هو قيد الكلمة يمكن مع الموسيقى التصورية القيد الوحيد هو إنك بتوضعي في حالة شعورية ما يعرفت تخشيها معرفتش تخشيها لكن لو دخلتيها فأنت في دنيا رحبة من مشاعر متضربة ومتضادة ومتنقدة تقدري تعملي منها أي خيال يخطر على بالك أحب أن أسمع شيء على عود لكن قبل ذلك عندي سؤال هذا سؤال ذو شقيني شق الأول بيقول ماذا يمكن أن يحدثنا عمار الشريعي عن وفاء المطرب للملحن الذي كان صاحب انطلاقته الأولى ماذا يمكن أن يحدثنا عن الوفاء والله أنا يعني يعني في أتصور أنه قيمة إنسانية موجودة ولكنها ندرة أنا لم أقابل بعكس الوفاء يعني لم أقابل بالخيانة يمكن أو الغدر إلا يمكن مرة واحدة هو يتقولي لي مين عشان مش هقولك طيب أنا هقولك لكن بشكل عام شاهدت الوفاء مرات كثيرة منذ أنا عملت في هذا الحق أيها نسمع على عود خضالي خضالي يا عيوني يا مغرباني عن أهلي وعن زماني يا عيوني يا مغرباني عن أهلي وعن زماني يا وخداني هم سفرة مبين كل المواني وديني ورجعيني وقابليني وخديني وديني ورجعيني وقابليني وخديني بحبك أيها لكن في ناس مستنياني في ناس مستنياني وقابليني لو كنا بنختار في حياتنا يا حبيبي مختارش سواك لو كنا بنخلق جنتنا يا حبيبي أخلقها معاك لو كنا بنخلق جنتنا يا حبيبي أخلقها معاك انت اللي لقيتك بعد غياب بعد ما فكرت الحلم صراب يا حبيبي أخسارة لما الحلم يضيع والدنيا تضيع وياها كمان ونرجع أغراق واتضيع كل الأمان واتضيع كل الأمان وقابليني عيون يمغرباني عن أهلي وعن زماني والله والله نريد أن نمضي بقية الساعة كلها غنى وعود رايحك من العود طيب نتابع سؤالنا ونقول بعد ما حكينا عن وفاء المطرب يعني تبادر إلى ذهني الآن كم من المطربين الشباب يتمنون لو أنهم في في مكاني الآن ويستمعون إليك وتستمع إليهم فكرة كم؟ أكيد كتير على امتداد الوطن العربي تخيل كم على الأحوال لو كان بجد كده تبقي أنت متفقلة زي وأنا أتمنى فعلا أنهم يكونوا كتير وما يقعدوش مكانك يقعدوا معاك على الأمام هنصير عليهم اتنين أنت تحاكمهم كملحن كأستاذ وتقيمهم وأنا سأعرضهم للجمهور وللمهور هو الحاكم الأول لا أنا موافق أنا بس لن أحاكمهم على فكرة أنا سأرفق بهم رفقا شديدا لأنه هما دول بكرة لو كان بكرة مطلوب أنه يبقى حلو يريد هما كمان يكونوا حلوين يعني صراحة لم يبقى لدينا الكثير من الوقت لكن نريد أن نغوص في بحر النغم ونخرج من أعماق بحر النغم مجموعتين مجموعة الأولى مرت خلال حديثنا اللي هي ميادة وردة أيضا لطيفة عبدالله رويشد الذي لحنت له فعلا بإيجادة فكان مسجا عربيا رائعا للكلمة الخليجية ولللحن الخليجي من ملحن مصري وأيضا مجموعة ثانية اللي هي حنان علاء عبدالخالق مونة عبدالغني أظن أنه ارتبطوا باسمك باسم تحت اسم فرقة الأصدقاء تمام فكيف ممكن نعمل مقارنة لا 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 مش مطلوب ده خلص لا لا مش مطلوب مقارنة ليه لأنه تبقى الفروق الفردية هي العنصر السائد لكن لو تحبي تعملي بورتريك نوع من الصورة الجانبية للموقف كده أقول لك وقت فرقة الأصدقاء ما طلعت في أواخر تسعة وسبعين أواءل ثمانين كان تعالي نقول مودة الفرق الغنائية أو صرعة الفرق الغنائية فرقة المصريين كان فيه المصريين وكان فيه الجيتس وكان فيه طيبة وكان فيه أبناء الأرض وكان فيه الطلائع كان فيه يعني بسم الله ما شاء الله ياخدوا الدوري الإيطالي كانوا كثير جدا إنما كان هناك اتجاهين في وقتها يعني كان هناك اتجاه يقول أن لدينا هوية وأن لدينا بطايا شخصية تستحق القراءة والمراجعة لدينا تراث بتاع أباء وأجداد عظام وفرقة وناس آخرين بيقولوا لأ بدلوا هذا الوجدان العربي السقيم السخيف غيرونا الوجدان استبدلوا بالوجدان الخواجة استبدالا كامل الفرقة الأولى أنا كنت منتمي إليها وأنا كنت شايف ولا زلت إنه استعمال التكنولوجيا استعمال الآلة الغربية استعمال الأكاديميات بما فيها من هارموني وكاونتر بوينت وما شابه كلها أمر يثري موسيقاي ويثري موسيقانا العربية ولا على شرط ألا يأخذ منها ألا أستورد وجدانا وجداني عندي كثير عندي مخزون يكاف في الدنيا كلها كوجدان عربي يعني لاحظت أنه بعد الفرق ابتدت بيع الكلمة العربية ابتدينا نمط ما لا يمط ونجزم ما لا يجزم ونقصر ما لا يقصر ونضغط ما لا يضغط إلى آخره ابتدينا نقول حابيبي كان فيه غنوة بتقول كده يا حابيبي يا ريتها حا كانوا بيقولوا حا يعني مش حابيبي لا حابيبي اه والله العظيم بجد يعني ابتدت أسامي مثلا تتقال يعني مثلا تتقال فلان مثلا ما جنون ما جنون ازاي بس ده مش عربي خفت على العيال خفت على أولادنا يعني خفت أن يتأثروا بهذا الهزل والسخف يعني فقلت لا طب ولماذا لا نتصدى نحن الطرف النقيض يعني ونقول كلمتنا ونقول لا الغنوة العربية الجماعية الغنوة ممكن تتقال بالشكل الفلان يا جماعة وبالعكس ممكن من خلال هذه الفرقة نتصدى لمشاكل الشباب وفعلا كانت فرقتنا فرقة ذات موقفة وفرقة الفرقة الوحيدة يمكن اللي غنت عن مشاكل للشباب وعن حلها في نفس الأغنية طلعنا بهذا المفهوم وبهذا المنظور الولاد بعد ما انفضت الفرقة مونة وحنان وعلاق كل واحد خد سكة هدي ما الموقف لا لا ما نقولش كده لا لا نقول أخدنا نقطة بالموقف يعني أنت مش هتفضل يواخد موقف طول حياتك يعني لازم الولاد دول ينموا ويجبروا يعني مشيوا في حياتهم كل واحد اشتق طريق اعتقد انهم نجحوا واثروا في الشباب تأثيرات مختلفة على مختلف القصيدة لكن اللي انا عايز اقوله ان هم كانوا التلاتة تركيبة مع بعضها مدروسة بعناية شديدة جدا صوتيا اقول مدروسين مع بعض بعناية شديدة جدا كونوا بوكي ورد جميل جدا وهم مع بعض لكن بعد ما تفرقوه فلم لا 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 بالعكس لا والله فيه يعني انا مثلا انا فيه اغاني بحبها العلاق فيه اغاني بحبها المونة وفيه اغاني بحبها الحنان لكن طبعا قد اأخذ بعض الحاجات اللي انا لو انا اللي معاهم ما كنتش اعملها معاهم يعني اقصد اقول ما كنتش اوافق عليها لكن بمنتهى الامانة التلاتة احسب لهم وفاءهم الشديد علاقتنا علاقة اصدقاء لحد اللحظة دي التلاتة احسب لهم انهم نجحوا بالفعل مستقلين عن اخوهم الكبير او ابوهم يعني ممكن نختلف لكن اختلاف الاصحاب يعني هيبقى انا زوقي رأيي كده لكن مش معناها انه نجاح على او نجاح حنان او نجاح مونة ما يساعدنيش بالعكس يساعدني جدا ونحنا يساعدنا وجودك معنا اشكرك بالترخير الشريط خلص هو ان كان الحديث لم ينتهي نقولك مرة تانية ينبوع فياض واكثر من فياض وان شاء الله على طول ربنا يخليك واشكرك للفرصة اللطيفة اللي انت بتتحيالي دي وان شاء الله نلتقي دايما على خير في ارض الكويت العزيزة ان شاء الله شكرا لك اهلا بك اشتركوا في القناة